بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا بكم في محتوى جديد قناة السمك في اسكندرية معكم عمر ابو الوفا والنهاردة ان شاء الله هنتكلم على انواع البربون انواع البربون بالقناة إننا متفقين في الأول في منها اصلي موجود من الأول في بحر المتوسط وفي منها خلنا مع الوقت بحر الاحمر هنبدأ بأول تلات اصناف جاي أخوة من البحر المتوسط هذا هو الصنف منهم يسموه البربون عمر او الواتعا واكتر شيئا مميزة فيه الخط السود كده ونقط السودة الانион المتوسط في ناس بتقول عليه بربون حجر بس سأعرفك البربون الى حجر في اخر المحتوى تابعنا انشاء الله البربون الذي هو هذا العنبر أو العنبر يحب Зд custom Sweater Hys هذا الرملة التي حولنا الصخور والشعب المرجانية وهو على فكرة اقل نوعه في انواع المرجان من حيث الطعم والاستهلاك لكن هyo الأولى Doctor Bush ما كنا تقولوا عليه بربون هو الشنابين الدول الكلام أعلم بربون يحب المغلقات البحرية الصغيرة زي الدود مثلا والجنبري والحاجات دي. فهو بيدور عليهم في الرملة وبيستدل عليهم بالرملة في قسط الرملة بالشنبات دي. يبقى اي سمكة بربون لازم يكون عندها ايه الشنبات دي. تمام? طبعا ده بيعيش على عمق من متر لخمسة واربعين متر. واقصى طول مسجل له تمانية وعشرين سنتي. وطول متوسط له خمسة وعشرين سنتي. نجل الصنف الثاني. ده. برضو فيه الناس بتقول على ده بربون حجر. وانا اقول لك برضو ان ده يعني انا برضو هعرفك البربون الحجر في اخر المحتوى. البربون ده. بسموه بربون زباطي. تمام? ليه? عشان عنده الشريطة الصفرة دي كده. فهو يقول عليه بربون ابو شرطة او بربون شريطة او بربون زباطي. تمام? وهو ايه برضو من اصناف البربون يعني احسن شوية من العين بردة. تمام? برضو نفس الكلام جاي من بحر الاحمر وسطوط عندنا. وهو طالع من المية ما بيكونش لونه كده. وهو طالع من المية بيبقى الحتة دي كلها بيضة. تمام? ومع الخط يعني لما انا خبطته كنت لست صيده كان طلع ابيض. لما انا خبطته اظهر لون الاحمر ده. فتقريبا الون الاحمر ده بيظهر مع التداول. تمام? نفس الكلام هو بربون والدليل ان هو عنده الشنابات بتاعته اللي بيه اهو اللي بيدور بها على الاكل. اهو. هذه الاتنين الموجودين عنده. تمام? ده بربون الزباطي. طبعا برضه بيحب الصخور والشعب المرجانية. ولو شوية طينة برضه يفع كشفهم ويدور على الاكل بتاع والغذية بتاعه مش هيقول لأ. طولها متوسط طمانتاشر سنتي واقصة طول اتنين وعشرين سنتي ونص. بتمشي في اسراب كبيرة جدا. وطبعا بتقف من الوقت للتاني للتخزية. واقصى عمر مسجل لها خمس سنين. ده بالنسبة للبربون الزباطي. في نوع كمان من انواع البربون الدخيلة. بس. بس هو ما فيش معلومات كتير قوي عنه. ليه? لان هو بربون صغير. وابرضه كان في البحر الاحمر. ولسه جاينا اه قريب. ما فيش معلومات كتير عنده. مش هت انت حتى لو فليته في السوق هتلاقي مع الزريعة ويبقى صعب انك تلاحظه. وما فيش معلومات كتير عنه زي ما قلت واقصى طول ليه تسعتاشر سنتي وهو مش بيكبر كتير عن كده. هو برضه من انواع البربون البحر الاحمر اللي جاء مؤخرا البحر ومتوسط. طيب نيجي بقى للاصنف الاصلية بتاعتنا اللي موجودة اصلا من الاول. طبعا ايه? عشق الجماهير. هنبدأ الاول بالبربون بتاعنا البلدي. البربون بتاعنا البلدي ده بيسموه كمان البربون لا بيض. ليه البربون لا بيض? لان هو بيحب يعيش في الرملة. ومهم ما هو يعيش في الرملة. بتبقى بطنه ايه? زي ما احنا كده ملاحظين بطنه بيضة. يعني الحتة دي في بطنه كده بيضة. اهي. دي اللي بتحكمه بتخلينا اقول عليه البربون الرملة البيضة اهو. اهو. اللي هي اللبيت ده كده هو ده اللي بيحكمه. ليه بقى لاننا هوريك بعد كده البربون بقى الحجر اللي كلمتك عنه في اخر محتوى. هوريك بقى في البربون الحجر الفرق بقى بين البربون الحجر والبربون البلدي. ده البربون البلدي ولو هو بالحجم بتاعنا ده كده ممكن نسموه زرعة. لازم البربون عشان يتقال عليها بربونة لازم يكون حجمها يكون مسترقية حين كده دي دي تعتبر اقرب للزريعة من البربون يبقى البربون لو حجمه صغير بيتقال عليه زريعة ولو حجمه محترم بيتقال عليه بربون والبربون البلدي بتاعنا مميز جدا باللون اللي هو البامبي ده الجميل والحتة البيضاء دي كده وهو ده ايه طبعا ده احلى احلى من الاصناف اللي اتكلمنا عليها قبل كده طبعا في البلاد العربية ممكن يسموه السلطان ابراهيم بعيش على عمقه من تمانين متر بانتون وخمسين متر بتحب القاعة الطيني والراملي وبتتكاثر من شهر ربعة لشهر تمانية اقصى طول مسجل لها تلاتين سنتي متوسط الطول عشرين سنتي واقصى وزن مسجل ستمائة وتمانين جرام نيجي بقى لليف الوحش بقى نيجي بقى لليف الوحش ده بقى البربون حجر ده بقى البربون الحجر للحق ربنا بقى مش مش اللي الناس بتقول عليه على الزباطي حجر وبقوله على عمبر حجر ده بربون الحجر البربون الحجر هتلاقيه زي البربونة براملة اللي هو البربون العادي يعني بتاعنا بس بطنه ايه مش بيضة بطنه مسفرة كده تمام لكن ده بطنه ايه هنلاحز انه بطنه بيضة بيضة جميل كده امش عارف اوليكم بطنها اوي لان هي برضو بربون من ضمن عيوبه انه هو بيستحملش بيتهارة بسرعة طبعا انا عبدا ما حضرت للتصوير وكده كانت هرميني شوية بص بطنه فيها الابيض ابيض كده ابيض جميل لكن ده بطنه فيها الاصفر او ابيض مسفر مش ابيض زي التاني تمام طيب ده لو انت عرفش تميزه في حاجة مميزة جدا للبربون الحجر اظن انت ايه خدت بالك منها اللي هم ايه التلت خطوط صفر دول يبقى البربون الحجر شرطي اساسي فيه عشان نقول عليه بربون حجر ان يكون فيه التلت خطوط الصفر دول والبربون الحجر ده هو اعلى انواع البربون واحسن انواع البربون واغلى انواع البربون هو ده رقم واحد في البربون اللي هو البربون الحجر الجميل ده طبعا من اسمه هو اللي تسمى حجر لانه هو بيحب السخور جدا وبيحب الشقوق اللي في السخور وطبعا برضه البلاد العربية بتسميه اه سلطان ابراهيم اقصى طول مسجل له اربعين سنتي والمتوسط خمسة وعشرين سنتي واقصى وزن واحد كيلو جرام واقصى سن مسجل له حداشر سنة بيعيش على عونكم خمسة متر لستين متر وبيتكاثر من شهر اتنين لشهر خمسة وعند التكاثر بيخش على عمق كبيرة شوية بيعيش على عمق من تلاتين لسبعين متر عند تكاثر خلاص يبقى احنا كده عرفنا انا عايز بس سريع اوضح لكم هنا لو في حاجة بيضة هنا بطن بيضة ورها لكم اهي زي كده ده البربون البلدي بتاعنا اللي هو البربون للرملة اكتر حاجة بتميزه الحتة البيضة دي اللي موجودة في بطنه دي كده اهي الحتة البيضة دي اللي موجودة في بطنه تمام والبربون الحجر اكتر حاجة بتميزه التلات خطوص الصفرة وصلى على النبي صلى